هل كان هناك أي تواصل مع الجانب الإثيوبي أو تنسيق بشأن الملء الثاني للسد؟ انتهاء هذه المرحلة أعني نهارك سعيد نعم هيبا حتى الآن ربما آخر تواصل رصدناه أو متاح لنا رصده هو التداول للكلمات بين الخرطوم وأديس أبابا في مجلس الأمن الدولي ثم رد وزير الرئيس السوداني على الإختار الإثيوبي للخرطوم واقتذاك بالملء الثاني للسد ولكن بعد ذلك لم يتم أي تبادل للمعلومات بين الطرفين حسب ما هو متاح ومعلن من قبل وزارة الرئيس السودانية ربما يكون هناك تواصل بشكل أو آخر غير معلن هذا وارد ولكن الخرطوم منذ أن أعلنت يوم أمس أنها تتوقع ازدياد في مناسب النيل الأزرق هذا يؤشر إلى أنها كانت تتابع عن كثب الانتهاء الثاني من عملية ملء سد النهضة وبالتالي عقب الانتهاء لطالما فاضت المياه من أعلى جسم السد كما ذكر الجانب الإثيوبي فإن كل الفائض من هذه المياه سيعبر إلى بحيرة سد روسيرس والتي تبعد عن الحدود الإثيوبية نحو 15 كم فقط و85 كم فقط هو جسم سد روسيرس وبالتالي ابتداء من اليوم نحن نتوقع ارتفاع في مناسب النيل الأزرق تدريجيا لمجرى النيل الأزرق في ولاية النيل الأزرق والجزيرة وولاية الخرطوم وتأثير بصورة عامة في مقبلة الأيام على مجرى نهر النيل الرئيس الذي ينطلق من الخرطوم نحو الحدود السودانية المصرية الحكومة السودانية ستغير بموجب هذه التطورات هبة وفقها لمتابعاتنا ستغير سياستها في تخزين المياه في بحيرة سد روسيرس نحن نتوقع أن يتم الفتح التدريجي للبوابات التي كانت مغلقة خلال الفترة الماضية على غير العادة في هذا الموسم بالتحديد هبة يتم فتح البوابات بصورة كاملة لتمرير المياه تفاديا لترسب الأطماء في موسم الفيضان بعد هذه الخطوة نحن نتوقع الفتح التدريجي للبوابات وبالتالي نحن نتوقع على الأقل تحسن تدريجي في إمدادات الكهرباء والتي تعتمد على السدود بنسبة 40% على الأقل يعني السودان خلال الفترة الماضية كان يعاني من مشاكل في انقطاع التيار الكهربائي نظرا لضعف التوليد نظرا لإغلاق بوابات رئيسية وبالتالي توقف توربينات رئيسية في سد روسيرس مما أدى إلى تراجع كميات الطاقة الكهربائية المنتجة من سد روسيرس وبالتالي هذا أدى إلى تأثر إمدادات الكهرباء في السودان بدرجة كبيرة جدا أيضا سد مروي في شمال السودان تأثر بدرجة كبيرة جدا من تناقص كميات المياه خلال الفترة الماضية وهي مشكلة قد واجهها السودانيون منذ العام الماضي منذ أن بدأ خلاف الموسم الفيضان الأخير الذي شهده السودان العام الماضي يسمح الإثيوبيون بعبور نحو 70 مليار متر مكعب فقط من المياه التي كانت تمر في هذا الوقت بالتحديد نحو 170 مليار متر مكعب وهذا بدوره أدى إلى تراجع انتاج الكهرباء في السودان وبالتالي أصبحت الكهرباء تعتبر من السلع المكلفة لكثير من السودانيين نظرا لارتفاع أسعار المحلوقات التي تشغل المحطات البديلة للتوليد الحراري إذن نحن نتوقع حباء الأيام المقبلة واقعا جديدا على الأقل في فيضان النيل الأزرق وأيضا واقع جديد في مستوى تخزين المياه أو السماح بمرور المياه عبر بوابات سده روسيرس وبوابات السدود الأخرى التي غلقت أيضا يمكن أن نقول منذ نحو 40 عاما يتم إغلاق خزان جبل أولياء في هذا الوقت بالتحديد ترجمة نانسي قنقر